يعقد وزير الخارجي سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيرها روسي سرغي لافروف في العاصمة روسية موسكو تتناول مصار العلاقات الثنائية ما بين البلدين كما تتضمن المباحثات في التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون بما يحقق مصالح البلدين فضلا عن التشاور وتبادل وجهة النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات تأثير على المصالح المشتركة للبلدين ببا في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها المختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اتار سعي البلدين لتدعيم الالخات الثنائية في ببينهم وإضافة تناول القضاء الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة 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 والضغوط التي تولدت عن ذلك والأثر الذي وقع على دول عديدة من الدول العالم النامية ومن ضمنها مصر أهمية استمرار التواصل مع كافة الأطراف في إطار السعي لإيجاد حلول ملائمة لكل هذه التطورات بما يحقق المصالح المشتركة على أرضية من الحفاظ على المصالح المبنية على أساس المبادئ الراسخة في مساق الأمم المتحدة وأيضاً الإحترام المتبادل وإقامة العلاقات على أساس من الإحترام والمصلاح المشتركة كما تحضل وكما تحضل البعض في عام الممتحدة والمعبط والفيديد للإيجاد حول أنت وأن نفع عمر مصنع صحيح إلى المصارح الداعجة في مساق الأمم الحاول في العمل جابية Они وطونan تتحسل وأن نساقل على صحيح الحقيقي على الإيجاد حول أن تتحسل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة على العديد من الدول النامية أكد أيضا على أهمية التواصل ومع كل الأطراف الدولية لإيجاد حلول ملائمة لتحقيق مبدأ المصالح المتبادلة على أساس طبعا المبادئ الراسخة في مثاق الأمم المتحدة وأن هذه العلاقات هي قائمة على أساس الاحترام المتبادل قال أيضا وزير الخارجية المستيئة أنه يطلع بأن تكون هذه المباحثات التي ستعقد اليوم سوف تسهم بشكل كبير في إطار توحيد الرؤى تجاه العديد من القضايا وحتى الملفات وتدعيم العلاقات المصرية الروسية ترجمة نانسي قنقر